وصلنا لمساحة ثقافية أكيد فنية يا فرح ابتعنا بالفعاليات الثقافية اللي عم تشهد سوريا عم نضوي كتير على شخصيات غابت عنا غيبت عنا لنحكي أكتر عن هذه الفعاليات الثقافية معنا بالستوديو الإعلامي ملهم الصالح يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكم صباح الخير صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يعني مثل ما حكينا بالمقدمة شخصيات كتير غابت عن الساحة الفنية وجوه جديدة كمان طلعت بالمقابل فإذا بدنا نحكي أيضا عن الفعاليات الجديدة خبرنا أكتر عنها الحقيقة هو الأزمة السورية خلتنا نوعا أو نرجع نبحث عن الآباء المؤسسين أو الآباء الرواد للمشهد الثقافي السوري وأيضا الفني بالتالي تناول مسيرة هذه الشخصيات التي غيبت أو رحلت أيضا تسليط الضوء على كما تفضلتي يعني المواهب الواعدة أو التي البارزة التي يمكن أن يراهن عليها أن تكون واحدة من القامات السورية والوطنية في المستقبل أعتقد أنه شأن يعني يعنى به الإعلام بالدرجة الأولى ويهتم به لتسليط الضوء كما تفضلتي على هذه المواهب أو هذه أو سواء الشخصيات التي رحلت نعم يعني نحن نشوف دائما أن فعالياتنا متوقفت رغم الظروف أننا مرينا فيها ولكن عم تم الإضاءة عن وجوه ثقافية غابت عنها يمكن عم يتم استذكارها من خلال أعمالها من خلال الكتب التبعة عم يكون لنا ندوات كل نهار أربعة مثل ما بنعرف عن أشخاص تركوا أثر وبصمة وما زالت حاضرة ولكن غيبون الموت ديش مهم أنه نحيي الثقافة يمكن الأجساد هي تحت التراب ولكن تبقى الأرواح تبقى البصمة الثقافية لأي مدى مهم أنه نحيي ذكرهم بالأزمات إشارة إلى أنه الفعاليات لم تتوقف الحقيقة السالية من خلال يعني علم الاجتماع ومن خلال أيضا السيكولوجي يعني اللي هو علم النفس وجدوا أنه الإنسان في الشدائد دائما بحاجة إلى الزاكرة إلى العودة إلى الزاكرة إلى العودة إلى الجذر لكي يستلهم منه ما يمكن يعني أن يجد به حل نحن عندما نعود لهذه الشخصيات فقط لنؤكد أن هذه الشخصيات عانت ما عانته وكان أمامها الكثير من التحديات التي استطاعت أن تتخطاها لتكون واحدة من القامات المؤثرة مؤخرا الحقيقة كان لنا شرف الحقيقة إقامة فعالية من ثلاثة أيام تحت عنوان فاتح المدرس عشرون عاما على الرحيل وفاتح المدرس مع حفظ الألقاب يعني رائد من رواد الحداثة في التشكيل السوري في المحترف السوري هذه الفعالية التي انطلقت على ثلاثة أيام طبعا وكان للأخبارية كما عادتها فضل أنه غطت هذه الفعالية وأضاءت أيضا الضوء فاتح المدرس اليوم بعد غياب عشرين عام سالي تجديه من الشخصيات الأكثر حضورا في الوسط الثقافي والفني يعني لا يمكن لجلسة ثقافية أو فنية أن تمر دون أن يمر بها ذكر العطر لفاتح المدرس وإنجازاته لعدة أسباب أولا أنه راهن على الجانب الأكاديمي التدريسي هو كان عضو في الهيئة التدريسية الدكتور فاتح المدرس كان عضو في كلية الهيئة التدريسية في كلية الفنون الجميلة وبالتالي يخرج وأعد الكثير من الأجيال أيضا هو لم يغادر محترفه يعني بمعنى مرسمه فهو غزير النتاج يعني يقدر تقريبا نتاجه بسبعة آلاف عمل فني أو لوحة فهذه الحقيقة هذه القامة السورية التي وصلت إلى العالمية من بوابة المحلية بالتالي نستلهم منها الكثير من القيام الفعالية كانت الحقيقة ممتدة على ثلاثة أيام كان في حضور لافت جدا واللي كثير أثر فيه أنه هي من الفعاليات النادرة الحقيقة اللي أنا بشوف أنه فيها تمازج من الأجيال يعني تخيلي كان فيه ناس بالفعالية عمره أقل من عشرين سنة يعني ما شافوا لفاتح المدرسة اللي صار له عشرين سنين متوفي تمام بس معانين عنه وشايفين أعماله وبالتالي هذه واحدة يعني نموزج من النمازج اللي أنا عم إليك والحقيقة بتلاقي فعلا فيه منظمات ليست فقط المنظمات الحكومية ولكن أيضا منظمات غير الحكومية بمعنى المؤسسات الثقافية والمؤسسات الفنية أيضا الحقيقة بتشوفها داعمة لهذه الفعاليات وحريصة على إقامة هذه الفعاليات هذه التشاركية بين المنظمات الحكومية وبين المنظمات غير الحكومية الحقيقة واحد من المساعي اللي منحاول دائما أن نوجد فعاليات تشاركية بين النوعين والحكومي والغير حكومي أكيد يعني اليوم كان فيه إشارة من حضرتك إشارة كتير مهمة أنه فيه أشخاص تحت العشرين سن يعني هذا السن اللي المفروض خلينا نقول لسه ما كمل عنده النضوج والوعي قد يمهم نحن فعلا نوجهه توجيه ثقافي لحتى مو بس يهتم بالفعاليات لحتى يكون له حضوره وإنجازاته أيضا تمام هو هاي الفكرة بهذه الفعاليات أنها إلى الجيل المتقدم في السن هي أنه أنت عم ترجعي بتعديله الزاكرة بتعدي هاي اللحظات الحميمة اللي جمعته مع هاي الشخصية بالنسبة للجيل اللي ما لحق الرواد أو ما شافون أو ما تفاعل معون فأنت عم تعطيه هاي الصورة وعم يرجع يتبع أثرون بالتالي مثل ما قلتلك أنت كأنه عم تشيري إلى طريق الإبداع إلى طريق أنه كيف الإنسان ممكن يوصل للموهبة الواعدة أو الموهبة المبتدئة لأنه هناك ظن خاطئ دائما بتكتشف فيه فراح أنه الظن العام أن المبدع يولد مبدعا وهي الحقيقة فرضية أو نظرة كتير خاطئة أبدا المبدع يولد إنسان عادي تماما سبتكون بذرة الموهبة يمكن موجودة طيب البذرة تمام البذرة أنا أعتقد أنه كل إنسان لا يخلو من بذرة إبداع متنوعة لكن بدك التربة وبدك البيئة والأهم أنه أنا من خلال تتبعي يعني للسنوات عديدة لهذه القامات أنا لاحظت أنه في عنده صفة مشتركة وهي العند يعني بده يكون الشخص كتير يعني كتير مآمن بموهبته مهما كان في تحديات يعني على سبيل المثال فاتح المدرس عاد إلى سوريا بعد أنه بتعث لي مرتين أول مرة بتعث إلى إيطاليا لدراسة الفنون الجميلة كإجازة حاز إجازة الفنون الجميلة وعاد إلى سوريا ودرس ثم أوفت بعد سنوات إلى باريس ليتخرج من السربون ومعه شهادة الدكتوراه رجع إلى سوريا نتيجة خليني أقول النظام داخلي أو قوانين معينة معمول بها لم يتم الاعتراف بشهادة الدكتوراه تبعه اللي وقف الموضوع كان فيه لغة ما حول شهادة البكالوريا هو شهادة البكالوريا ما نؤاخدها مو سوريا فكان إنه بده معادلة أو بده أمعادل البكالوريا تخيل يعني بعد ما كان آخذ دكتوراه تمام وهو هذا نوع من الأصرار طبعا طبعا يعني ولا شاف الموضوع هلأ اليوم أنا بعرف كزا شخصية يمكن عنده هذا الموقف يعني عنده وائع بهذا الموقف أنه عنده شهادة دكتوراه ولكن مع وزارة التعليم العالي هناك بعض النقص في الأوراق السبوتية يعني هلأ وزارة التعليم العالي ما بتعتمد بسع شهادة دكتوراه بترجع للشهادات اللي قبل اللي تستوثق فبيكون فيه مثلا تقصير ما بشهادة ما بتلاقيهم وقفوا عند هذا الموضوع فاتح المدرس بمنتصف السبعينات عادل البكالوريا يعني هو مواليد 1922 يعني هو عمره 50 سنة عادل البكالوريا عرفتي كيف مشان يتجاوز هذا الموضوع والحقيقة رأسا تم اعتماد شهادة دكتوراه بعد أنه تجاوز وهذا اللغة فبالتالي شوفي هذا العند هذا اللي أنا كنت عم قول عليه أنه الشخص المبدع ما بيوقف قدامه أي تحدي الحقيقة دائما بيلاقي ثغرات الفاتح مدرس اليوم لوحاته من أغلى لوحات الحقيقة الرسامين تشكيليين السوريين اللي منشوفهم اليوم بالمزادات العالمية وبباريس لوحاته منتشرة بكل أنحاء العالم الحقيقة هو قامة سورية نفخر بها رد عم برجع بقول وكرر بعد عشرين عام ما زال حاضر يعني ما ممكن يكون في حديث تشكيلي إلا يمر في فاتح مدرس سواء بندرة من ندراته بطرفه من طرفه بحكمة آلة هو كاتب وقاص وشاعر وفيلسوف عنده أفكار معينة وبقي يعطي حتى عام 1999 هو إذن مواليد 1922 واته في عام 1999 وكان لنا شرف أنه من أيام أنه احتفينا بذكرى رحيله للعشرين نعم يمكن هذا الأثر الطيب والفكر المبدع الذي لا يموت نرجع من قول الأجساد تموت ولكن يبقى الأثر الطيب المبدع حكينا من شوي على أنه كان في بالفعاليات أعمار مختلفة حتى تحت العشرين هذا شيء يمكن يمكن الفعاليات ساعدت على دمج الأشخاص ذوي الفكر مع الجيل الجديد لا يعطيه يعني دائما بيعطي الجيل القديم الجيل الجديد بعض الأفكار وبيأخذ منها أيضا كمان ممكن يأخذوا من بعض قديش هيك فعاليات تسهم في خلق فكر إلى جيل يسعى لبناء وطن تمام أنا عم بدي أتذكر من تجربتي الشخصية سالي يعني أنا متذكر في كتير فنانين أو كتاب أو رواد أنا كنت بعرفهم من خلال الكتب من خلال التلفزيون من خلال الحيئة وسائل الإعلام الراديو أو هاي لكن الفعاليات الثقافية بتسمح لك أنه تلتقي فيهم شخصية وممكن إذا أحد هدول المبدعين أو الرواد لمح بعيونك في بريق الإبداع صدقيني رأساً بيتبناك لأنه هو بيكون عم يدور بشكل جدي على مين يكمل بعده يعني مين يراكم دائما هي الثقافة تأتي بشكل مداميك يعني أنت ممكن تعملي مدماك بس العمر البشري غير كافي لأنك تعملي تجربة مكتملة أو تيار مكتمل وبالتالي أنت بالدوري على الجيل لاحق يجي يكمل عنك ما يكون كوبي عنك لا لا يكمل بس يأخذ هذا الفكر ويكمله وبالتالي نحن كالسوريين أكيد بحاجة لهذا التمازج وهي التشارك طبعا أنا ما عم أقول أنه هذا التمازج والتشارك ما عم يصير بالأروقة الأكاديمية تمام؟ لا عم يصير ولكن هون بيكون له طابع أكتر خليني أقول حميمية أو قرب أو بنكهة مختلفة بيكمل الرواق الأكاديمي نعم يعني ملهم معلومات كتير مهمة قدمت لنا إياها دائما نحن نتمنى يكون في أشخاص إيجابيين مثقفين أذوين يمدونا بمعلومات كتير مهمة وآخر الأخبار على السحقة الثقافية اللي عم بتصير بالبلد نقول لك شكرا على وجودك معنا لليوم أكيد نستضيفك بحلقات جاية كمان شكرا شكرا فراح وشكرا صالح شكرا لك زميلنا الأستاذ ملهمة الصالح كمان أكيد نتمنى لكم كل التوفيق بالمسيرة الثقافية التي لم تتوقفت ولن تتوقف في سوريا رغم جميع الظروف شبابنا مبدع ورح يظل مبدع في سوريا واللي عم يمثلنا أكيد خارج سوريا